اشتركوا في القناة من جنبه اعتبر السيدة نبل بشير بكير رئيس المركز الاسلامي بالجمهورية الارجنتينية ان حلول شهر رمضان الفضيل يمثل قمة السعادة بالنسبة للمسلم الذي يحرص على اداء صيامه مستحضرا كل قيم التضامن وحسن المعاملة التي اوصى بها الدين الاسلامي الحنيف سواء بين المسلمين انفسهم او ازاء الاخرين مهما كانت دياناتهم واعتقاداتهم وتشير ارقام غير رسمية الى ان عدد افراد الجالية المسلمة بالارجنتين والتي يتواجد معظمها بالعاصمة بونوسايريس المركز الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد يقدر بنحو 1.5% من مجموع ساكنة الارجنتين البالغ عددها زهاء 40 مليون نسمة اشتركوا في القناة